السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مانتوس حسام من قناة حسام ميرا للراضيات بإذن الله معيننا النهاردة في حل تمارين واحد استاتيكا على الدرس الأول في فرع الرياضيات التطبيقية لطلاب الصف الثاني السنوي علمي فقط وهو درس محصلة قوتين مطلقيتين في نقطة طبعا سبق وشرحنا الدرس على جزئين والحمد لله للمنا أفكارهم كلهم وهتتأكد أننا للمنا الأفكار كلها بإذن الله ما نحل الوقت معانا واحد وخمسين سؤال الاختار بأمر الله مش هيوقف معاك حاجة فيهم طبعا هنحل التامنين كأملة زي ما احنا متعودين هحل معاك الاختار دلوقتي الاسئلة المقالية والمستوات العليا نحللها من السنة اللي فاتت لو فيهم اختلاف هنزل لك الاختلاف لو ما فيش فيهم اختلاف هتلاقينا حتطيط لك الفيديو بتاع السنة اللي فاتت في قيمة التشغيل بحيث تلاقي الاختار والمقال والمستوات العليا كله وراء بعضه بأمر الله لو انت اول مرة شوفنا متنساش تشترك في القناة اتبع زر الجرس وتضعت لايك وتشار الفيديو طبعا عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي كالعادة لو انت بحتاج منزمة الشاحن الخاصة بيا موجود رقم متثبت في وصف الفيديو ابعت لرسالة واطس هيقول لك كل تفاصيل الملازم ويبعت لك عينة منها هي مبلغ رمزي بسيط جدا بأمر الله يلا نتوكل على الله ونبتدي في حل التمارين السؤال الاول بشمهندس بيقول لي القوة تتعين تماما بمعرفة قلنا القوة بتحتاج ثلاث حاجات مقدار واتجاه ونقطة تأثير فهو بيقول لك مقدار القوة تمام اتجاه القوة برضو تمام نقطة التأثير برضو كمان يبقى من نسبة لي يا بشمهندس جميع ما سبق يبقى تعين القوة اول ملحوظة قلناها في اول حاجة في الدرس ان القوة بتحتاج ثلاث حاجات مقدار واتجاه ونقطة تأثير رقم 2 بيقول قواتان متلقتان في نقطة مقدارهما 5 و 3 نيوتن وقياس الزاوية بينهما 60 فإن مقدار محصلتهما بتساوي كان طيب هنا نستخدم القانون بتاعنا العادي جدا بش مهندس المحصلة هكتبه بس أول مرة وبعد كده عور على طول قاف 1 تربية زائد قاف 2 تربية زائد 2 قاف 1 قاف 2 جتايا اللي هي الزاوية ما بينهم خلي بالك هنعود باقي بش مهندس يبقى بالنسبة لأدي جزر كبير القوة الأولى تربية بقى 5 تربية الثانية تربية 3 تربية زائد 2 في 3 في 5 في جتا 60 جتا 60 اللي هي بالنسبة لنص النص ده هيروح مع الاتنين يا بش مهندس وممكن ما تتعبش نفسك خالص وتحسب القيمة دي أو تقول لي هنا 5 تربية بـ 25 و 3 تربية بتسعة يبقى أنت كده معك 34 و 30 و 15 يعني جزر 49 اللي هي 7 أو يعمل عن طريق الآلة الحسبة يبقى الإجابة بتاعتي بش مهندس 7 اللي هو اللي اختيار رقم ايه رقم جي السؤال رقم 3 بيقول لقواتان مقدارهما 8 جزر 3 وتمانية نيوتن تؤسران في نقطة مادية وتحصلان بينهما زاوية وقياسها 150 درجة فهو عايز مقدار المحصلة بتاعت لا يوجد أي مشكلة يا بش مهندس نفس القانون بالضبط سوف يساوي جزر أنا أكتب لك القانون فوقه القوة الأولى تربيع يبقى 8 جزر 3 تربية زائد القوة الثانية اللي هي 8 تربية زائد 2 في 8 في 8 جزر 3 في 150 اللي هي بالنسبة لي سالب جزر 3 على الاتنين تمام كده بش مهندس زي الفل ممكن بقى نشيل الاتنين دي مع الاتنين دي ونبدأ نعمل الكلام ده كله يا بش مهندس على الآلة الحزن هيبقى جزر كبير وقت حقوص 8 جزر 3 وبعد كده تربية زائد 8 تربية زائد 2 لا احنا خلص شلنا الاتنين ما فيش مشكلة يبقى أنا بالنسبة لي دي 8 في 8 جزر 3 في سالب جزر 3 تمام عشان شلت بس الاتنين لو انت مشلتها اكتبها زي ما هي هيطلع معايا بالنسبة لي بتساوي كان بتساوي تمانية بش مهندس اللي هو اللي اختيار رقم دالي يبقى المسألتين دول عبارة عن تعويض مباشر في القانون تمام قوتان متعمدتين مقدارهما 12 نيوتن و 5 نيوتن تؤسسلانت في نقطة فإن مقدار المحصلة قلنا لو قوتين من متعمدتين المحصلة بتساوي جزر القوة الاولى تربية زائد القوة التانية تربية تكملة القانون 2 قاف 1 قاف 2 جتا يا وكده كده جتا 90 بصف فعشان كده بش بنكتبها يبقى دي بتساوي جزر بش مهندس اللي 12 تربية زائد الخمسة تربية هتحسب الكلام ده هيطلع معاك ب13 ليه بش مهندس انت بتعملها بسرعة كده انت تعريفها ولا ايه لأ قلنا القواتين المتعمدتين احنا بنقدر لمسلهم كأضلاع مسلس قائم كأن الضلع ده 12 والضلع ده 5 يبقى المحصلة كأنها الوطر ده افتراض عن المحصلة ما بتبقى ما بين القوتين ولكن طالما القوتين متعمدتين بنقدر لمسلها بمثلس قائم ده 12 ده 5 يبقى بالنسبة لي دي كام 13 اللي هو اللي اختيار رقم جيم رقم 5 بيقول لي قوتين 6 نيوتين و 8 نيوتين محصلاتهم ما يمكن ان تكون زي ما احنا عارفين دايما شمهندس ان المحصلة بتنتمي للفترة المغلقة الفرق ما بينهم اللي هو 8 ناقص 6 اتنين ومجموعهم اللي هو 6 و 8 14 يبقى لا بالنسبة لي ان عايز رقم ما بين الاتنين والا 14 طبعا الـ 20 لا الـ 15 لا طبعا الـ 12 ما بينهم طبعا الـ 1 لا يبقى ايا بالنسبة لي الاختيار رقم جيم هو الاختيار الصح رقم 6 بيقول لي قوتين مجدرهم 4 و 5 نيوتين توأسلان في نقطة مادية وجيب تمام الزاوية بينهما سالب 2 على 5 فإن مقدار المحصلة جيب تمام الزاوية بينهما يعني كأنه بيقول لك الجتياء بتساوي سالب 2 على 5 ما فيش مشكلة نفس القولين يا باش مهندس بتاع المحصلة جزر كبير القوة الاولى تربيع يبقى 4 تربيع القوة التانية تربيع 5 تربيع زائد 2 في القوة الاولى في القوة التانية فيه جتياء اللي هو سالب 2 على 5 كلام جميل جدا ممكن نشيل الخمسة دي مع الخمسة دي يبقى ليها تساوي 4 تربيع بـ 16 ودي كده 25 يبقى 16 و 25 و 41 وهنا يا باش مهندس يبقى سالب 2 في 2 باربعة في كمان 4 ناقص 16 وتطلع جزر 25 اللي هي بالنسبة لي كاما باش مهندس بالنسبة لي 5 يبقى اختيار قنباء وتقدر برضو تعمله عن طريق الالة الحزب تمام السؤال رغم سابعة بيقول لك قوتان متلقيتان في نقطة مادية مقدارهما 6 و 3 نيوتن المحصلة عمودية على احدى هما فإن مقدار المحصلة لازم تبقى عارف يا شمهندس ان دايما المحصلة عمودية على القوة الصغرى يبقى اكيد هنا ان المحصلة عمودية على القوة اللي هي 3 فإن قانون المحصلة قانون سهل جدا انا مش مهندس شبه القوتين المتعمدتين بس الاشارة سالب بس هنا لازم نكتب القوة الكبيرة دايما اللي هي قاف 1 تربيع ناقص قاف 2 تربيع طب لو كانت قاف 2 هي كبيرة بنكتبها في الاول مفيش مشكلة يبقى دي جزر القوة الاولى اللي هي بقى 6 تربيع ناقص القوة الثانية 3 تربيع طبعا 36 ناقص 9 يبقى 27 يبقى دي جزر 27 اللي هي عبارة عن 3 جزر 3 يبقى اختيارنا رقم ايه رقم با ايه بش مهندس خلاص الاسئلة نمطية وسهلة جدا جدا بأمر طيب السؤال رقم 8 بيقول له قوتان قياس الزاوية بينهما سيتا فإن مقدار المحصلة قلنا يا بش مهندس ان المحصلة تتناسب عكسيا مع الزاوية ازاي بش مهندس قلنا دايما اللي زاويته صغيرة المحصلة بتقرب منه ازاي يا بش مهندس مش فاهم هقول لك هي لما كانت يا بش مهندس السيتا بتساوي صفر كانت المحصلة عبارة عن ايه عن قيمة عظمة تمام طب لو كانت السيتا بتساوي 180 كانت المحصلة عبارة عن ايه عن قيمة صغر ام لاحظ الزاوية لما كانت صفر كانت كبيرة جدا لما وصل الثمانيين بقت اقل ما يمكن يبقى هي بالنسبة لي يا بش مهندس علاقة عكسية الزاوية صغيرة المحصلة كبيرة يبقى أنا بالنسبة لي يزداد كلما زادت قيمة سيتا لا دي كده علاقة تردية تضاعف بتضاعف قيمة سيتا ما دي برضو علاقة تردية يزداد كلما نقصت قيمة سيتا ايوة بش مهندس دي كده علاقة ايه علاقة عكسية لا يتغير بتغير السيتا لا حرام عليك ده المحصلة بتتغير مع اختلاف الزاوية لان القانون اصلا في ايه بش مهندس في زاوية تمام كده هذا الجزء بالنسبة لي نرى الجزء الذي معه هذا لا يوجد أي مشاكل رقم 9 يقول لي محصرة القوتين المبينتين في الشكل حسناً أنا معي قوتين الزوية ليه 30 والزوية ليه 60 أنا أعرف أن المحاول متعامدة لو ديه 30 يبقى كم يا بشمهندس أكيد ليه 60 ولو ديه 60 يبقى كم 30 يبقى أنا كده اتضح لي يا بشمهندس أن القوتين اللي هي 4 نيوتن و 3 نيوتن قوتين متعامدة يعني بالنسبة لي أن المحصلة بيساوي جزر القوة الأولى تربية زائد القوة الثانية تربية قلنا نقدر نمثلها مصلص قائم يعني جزر أربعة تربية زائد 3 تربية اللي هي جزر 25 ليه بشمهندس اخلي بالي لأن نحن قلنا دايماً لما يدلي رسمة أو ارتهالك في حصة الشرح لازم يا إما القواتين دخلين يا إما القواتين خارجين فهنا دي قوة خارجة ودي قوة دخلة فما ينفعش كده بش مهندس طب أنا هعمل إيه؟ ركز معايا دول كده القواتين دي قوة خارجة كده مقدارها قاف ودي قوة دخلة والزاوية هنا ستين ودي برضو مقدارها قاف فقال لك إيه؟ قال لك أنا همدي دي على استقامتها ما دي ماشي على طول كده أيها بش مهندس إيبقى كأنها إيه؟ طلع كده اللي قاف أصبح كده القواتين خارجين بس الزاوية ما أدى مهيدة ما هي ستين زاوية مئة وعشرين صح kidding بش مهندس أيوة بش مهندس زي الفول وإحنا قلنا يا بش مهندس لو قوتين متساويتين في المقدار ركز معايا القوتين متساوي دي مئة وعشرين معばいبرساً يبقى دي ستين لو قوتين متساويتين في المقدار والزاوية ما بينهم ستين يبقى المحصرة جزر ثلاثة قاف. لو انت شفت حصة الشرح هتعرف الكلام ده. يبقى من نسبة لي جزر ثلاثة قاف. يا مش مهندس انا مش عارف دي. يا عم عوق في القانون. هحبي يساوي اتنين قاف. جتا يقع على الاتنين. تمام. يبقى دي اتنين في قاف. في جتا نص الزاوية. يعني دي ستين. يبقى جتا تلاتين. اللي هي عبارة عن جزر ثلاثة على الاتنين. الاتنين هتروح مع الاتنين. يطلع لك جزر ثلاثة قاف. ما اقولت لك تلات حاجات. لو الزاوية ما بينهم ستين بس تضيف القوات المتساوتين في المقضاء. المحصرة جزر ثلاثة قاف. لو الزاوية خمسة واربعين جزر ثلاثة قاف. لو الزاوية مئة وعشرين ان المحصرة بتساوي احدى القواتين اللي هي قاف. دول تلات حالات مهمين جدا جدا بيسهلوا عليك الحل وبيخليك تتأكد من الاجابة بتاعت. طيب. رقم حداشر يا بش مهندس يعتبر نفس الفكرة بالزبط. انا معايا قوة خارجة ومعايا قوة داخلها. لا. ما ينفعش يا بش مهندس. فنبدأ نرسم رسمتنا كده. دي قوة كده خارجة اللي هي قاف. وده كده قوة داخلها اللي بالنسبة لي قاف. همدى دي كده على استقامتها دي طبعا ستين. دي كده نزل يا بش مهندس كأنها قاف. لو دي ستين يبقى دي كان مئة وعشرين. خلاص قوتان متساوتان في المقدار. الزاوية بينهم مئة وعشرين. يبقى المحصلة بتساوي احدى القوتين اللي هي قاف. يا بش مهندس انا مش فاكر الملاحظات دي. عوض في القانون يبقى حاب يساوي اتنين قاف. جتا يقع على اتنين. يعني دي اتنين. في قاف. في. جتا مية وعشرين يا بش مهندس اللي هي بالنسبة لي. المفروض نصها يبقى جتا ستين اللي هي نص. النص يروح مع الاتنين. يبقى ازا محصلة بتساوي قاف. ويبقى بالنسبة لي الاختيار رقم باء هو الاختيار الصحب. تمام. السؤال رقم اتناشر بيقول لي ازا كانت محصلة القوتين قاف واحد وقاف اتنين. تنصف الزاوية بينهم. في اي الجمل الاتية صحيح. طيب. لو انا معاك بش مهندس القوتين دول المحصلة بتنصف. يبقى انا بالنسبة لي بش مهندس ان دول قوتين متساويتان في المقدار. يعني قاف واحد بيساوي قاف اتنين. وخلي بالك ممكن يعملها لك كده يقول لك معيار قاف واحد متجة بيساوي معيار قاف اتنين متجة. دي هي دي. تمام يا بش مهندس. يبقى انا بالنسبة لي الاولى دي صح. بيقول للمتجة قاف واحد بيساوي المتجة قاف اتنين. عيب عليك تبقى فتانية سنة ومشاطر في المتجهات. دي غلط يا بش مهندس. ليه? لان معنى الجملة دي يا بش مهندس ان هما متساوين في المقدار والاتجاه. وانا اشعرفني ان هما ماشيين في نفس الاتجاه. دي ماشي في حتة ودي ماشي في زاوية تانية. هما لازم يوم شوين مع بعض. لا يا بش مهندس. طيب بيقول للمحصلة كاتجاه عبارة عن قاف واحد متجة زائد قاف اتنين متجة. دي اول ملخوض اقولت لك في حسة الشرح. قلت لك لو هو شغال اتجاهات يبقى المحصلة عبارة عن جمع القوة. يبقى انا بالنسبة لي يا بش مهندس ان دي برضو صح. يبقى انا بالنسبة لي الاي صح والتريبل اي صح. يبقى بالنسبة لي الاختيار باقي يا بش مهندس اللي هو عبارة عن اي والتريبل اي. دول كده يا بش مهندس الاختيار الصح. تمام كده? تمام. السؤال اللي بعد يا بش مهندس رقم تلاتاشر بيقول لقوتان مقدارهما قاف واتنين. تؤسران في نقطة مادية وقياس الزاوية بينهما ستين. اذا كانت محصلتهم عبارة عن اتنين جزر ثلاثة. فانا قاف يا بش مهندس. انت عارف انت لو قوات شاطر ولمح كده. هتقول لي يا بش مهندس. تعال اقول لك حالا. هتقول لي يا بش مهندس بص. انت الوقت الزاوية ستين. ودي قاف ودي اتنين. ودي طلقت اتنين جزر ثلاثة. يعني كأنها جزر ثلاثة قاط. يبقى القاف ده هي باتنين. يا بش مهندس انت بتتعمل حجاب بمجرد النظر ازاي. هقول لك السدي مع الحل على طول انت عرفت الموضوع ده ازاي. انا قلت لك في قوتين متساوتين في المقدار. لو والزاوية ستين المحصلة قاف جزر ثلاثة. ما قاف دي باتنين هي? جزر ثلاثة هي بقى اكد قاف باتنين. شوف انا جبتها لك بمجرد النظر. يا بش مهندس لا انا مش عارف اعملها بعد اذنك. اعملها لبخطوات. حاضر. خلاص. انا المحصلة عندي بكام باتنين جزر ثلاثة. فانا استخدم القانون اللي هو حاة تربيع. بيساوي قاف واحد تربيع. انا ربعت القانون بس. زائد قاف اتنين تربيع زائد اتنين قاف واحد. قاف اتنين جتياء. كلام جميل جدا. دي تربية يعني اتنين جزر ثلاثة تربية. الاولى تربية بش مهندس اللي هي قاف تربية. والتانية تربية اللي هي اتنين في اتنين باربعة زائد اتنين. في القوة الاولى اللي هي قاف. في القوة التانية اللي هي اتنين. جتياء اللي هي جتي ستين اللي هي عبارة عن نص. شل اللي اتنين مع النص. تمام? اتنين تربية باربعة. جزر تربيع بثلاثة يل ABOUT 4 x 3 x 12. سيقوم بما Ferriz . وهذه الفرق هي 2 ثانية. وهذه움 موجب رائحة في تلعة. سيقوم بما في Is to them. و4 x 12 الثاني يعني محال ن tranquil في ещё получается عمل بما نقص على مهندس zat 2 ثاني بس لokleş Workshop . وok� Bernard أخرى بما يكون سالب 1 موجب 1目 بعد obten reduction inставляる 2 أuken اثنين وكيباش يبقى اللي في النص يبقى اربعة وهنا اثنين من هنا ان القاف يساوي سلب اربعة وضمار فوض مفيش قوة بالسالب ومن هنا ان قاف يساوي اثنين اي رأيك بقى اللي احنا جبنا القاف بمجرد النظر وعملنا برضو بالقانون فخليك شاطر في ده عشان انت سؤال اختر ممكن تنجز حالك ولكن لو السؤال مقالي طبعا تحلل بخطوات فركز في النقطة بيقول قوات المجدارهما قاف واثنين نيوتن وقياس الزاوية بينهما اثنين باي على ثلاثة ومقدار محصلاتيما قاف نيوتن فانه قاف يساوي ايه حلالك بالنظر برضو اive خاطئ مربusters الزاوية اثنين باي على ثلاثة مع ذرتك ي GhostRong T Classic مواعز على dua Model. فحكري ا Compare Whorever, لو القوات متساوتين فى المقدار و المحصلة بتاعتهم مئة وعشرين يبقى المحصلة بتساوية احدى القوتين ايه يا بشمهندس تب ما خلي بقى ان المحصلة قاف بتساوية احدى القوتين لان دي قاف يبقى اكد لقوة التانية بكام باتنين بجد والله والله العظم بجد تكلام سهل وبسيط جدا و خليك لماح طالع ما يا بشمهندس الذاوية بمئة وعشرين يبقى المحصلة بتساوي احدى القوتين مش عايز اتقب نفسي وعملها قانون زي المسألة اللي فاتت نفس خطوات المسألة اللي فاتت لو انت عايز تحلها بخطوات قل للمحصلة تربيع يبقى قاف تربيع بيساوي دي تربيع تعال اعملها لك ها متزعلش المحصلة تربيع يبقى قاف تربيع بتساوي القوة الاولى تربيع اللي هي عبارة عن قاف تربيع زاد القوة التانية تربيع اللي هي اربعة زاد اتنين في القوة الاولى اللي هي قاف القوة التانية اللي هي اتنين في جتاء مية وعشرين. كلام جميل جدا. يبقى انا بالنسبة لي قاف تربيع وبتساوي ادي قاف تربيع زائد اربعة. جتة مية وعشرين بسالب نصف. الاتنين دي رح تروح مع العكس دي. فيبضل هنا سالب اتنين قاف. القاف تربيع هي اقدر اشريلها مع الاثنين قاف واودة النحاء التانية. فيطلعان الاثنين قاف بيساوي اربعة اقسم الاثنين. يبقى القاف بيساوي اتنين. انت فغني عن الخطوات دي كلها طول ما انت فاهم الدرس تمام بيقول لقواتها المتساويتان في المقدار وقياس الزاوية بينهما باي على الاثنين خلي بالك الزاوية الوقت خمسة واربعين ومقدار المحصلة تمانية فإن مقدار كل قوة منهما بيساوي كام طيب باشمهندس كده الزاوية خمسة واربعين وطالما القوتين متساويتين في المقدار يعني القوة بتاعتنا هتبقى عبارة عن جزل اثنين قاف جزل اثنين قاف يا باشمهندس طيب هي مقدار المحصلة تمانية تجي نعوض في القانون أيوة باشمهندس الحعب يساوي اثنين قاف جتا على الاثنين بيقول لك ان المحصلة تمانية بتساوي اثنين في القوة اللي أنا عايزة أحسبها جتا نص الزاوية خلي بالك ان دي قياس الزاوية بينهما خلي بالك قياس الزاوية مبين القوة تانية باشمهندس يعني دي بالنسبالي كأن اللياء بتسعين يبقى اتنسى الكلام ده لانه يقول لك قوة المساوودة في المقدار كياس الزاوية بينهما كزا اليه 180 على الاتنين 90 يبقى الزاوية بين كله قوة وقوة كيام 45 يبقى اتنين في قاف جت نص الزاوية اليه 45 تمام يا بشمهانですね ممكن نقول عن الاتنين في الواحد وعلى الاتنين في الاربعة فيطلع لان الاربعة هيساوي القاف فيه جت 45 بواحد على جزر اتنين اضرب مقص يبقى جزر اتنين في اربعة يبقى القاف يساوي 4 في جزر 2 اللي هي 4 جزر 2 اللي هو اللي اختيار رقم ايه رقم جيم يا بشمارس تمام كده تمام قوتان متساويتان في المقدار مقدار محصلاتهما 7 جزر 3 وقياس الزاوية بينهما باي على 3 180 على الثلاثة يعني 60 وقلنا لو قوتين متساويتين في المقدار والزاوية بينهم 60 يبقى المحصلة عبارة عن جزر 3 قاف عندما تقارن دي 7 جزر 3 بجزر 3 قاف يبقى اكيد ان القاف بسبعة يبقى اختيارنا رقم دال من غير ما نعمل خطوات تمام يا بشمارس اعملوا الخطوات يا عمد انت متى المحصلة بتساوي 2 قاف جتا يا على 2 المحصلة عبارة عن 7 جزر 3 بتساوي 2 قاف جتا نص الزاوية اللي هي جتا 30 اللي هي عبارة عن جزر 3 على 2 2 مع 2 والجزر 3 مع الجزر 3 يطلع لك ان قاف يساوي 7 بس يا عمد تتعفش نفسك ثم انت في ايدك الحل السح تمام رقم 11 بيقول لك قوتين مجدارهم قاف وقاف يعني انت زي الفل كده قوتين مستوزين من المجدار مجدار محصلتهم 24 ويتا وتميل على القوة الاولى بزاوية قياسها 30 فان مجدار القاف يساوي ايه طيب هذا سؤال جميل جدا وسهل برضو في نفس الوقت لما قوتين متساويتين في المجدار يبقى ها بيساوي 2 قاف جت ياء على 2 طيب لو انا جئت سألتك سؤال هي ياء بتساوي كام هو قال لك ان المحصلة بتملع القوة الاولى بزاوية 30 يعني معي قوتين اهو ودي محصلة فقال لك ان ياء بتملع القوة الاولى ب30 طب انا عارف لو هم متساويتين في المجدار المحصلة بتنص في الزاوية دي بقى 30 فلو جيت قلت لك الياء بكام تقول لي ب60 تمام فخلي بالك من النقطة دي واجي بالك عشان كده يبقى انا بالنسبة لي يا بش مهندس المحصلة اللي هي 24 بتساوي اتنين في قاف في جتة نص الزاوية اللي هي نص الستين اللي هي جتة 30 على الاتنين في الواحد على الاتنين في الالتناشر يبقى الالتناشر بيتساوي قاف فيه طبعا جتة 30 عبارة عن جزر 3 على الاتنين يبقى انا بالنسبة لي ان قاف يا بش مهندس هتساوي اتنين في اتناشر باربعة وعشرين اقسم على جزر 3 تطلع معاك تمانية جزر 3 يبقى الاجابة بتاعت تمانية جزر 3 اللي هو الاختيار رقم اي بش مهندس رقم بان تمام كده هل في اي مشاكل سهل السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان قاف و تمانية جزر 3 مقداري قوتين تؤثرين في جسيم وتحصران بينهما زاوية قياسها 120 المحصلة تنص في الزاوية بين القوتين يبقى القوتان متساويتان في المقدار يبقى لدي تمانية جزر 3 يبقى دي تمانية جزر 3 بش مهندس قلت لك قوتان متساويتين في المقدار والمحصلة بتسوي واحدة منهم بسبب ان الزاوية كان بسبب ان الزاوية 120 ارجوك ما تنساش الملحوظات دي انا قلتها بحسة الشرح وبقولها هنا كتير جدا تمام بيقول لك قوتان مقدارهما 8 وقاف سوكل جرام وقياس الزاوية بينهما ينتمي من صفر الباي محصلتهم تنص في الزاوية بينهما فإن قاف هو اي صفر مفتوح يعني مهيش كيمة عزمة ويعني اي باي مفتوحة يعني هي مش كيمة صغرى فقال لك ان المحصلة بتاعتهم طالما بش مهندس المحصلة تنص في الزاوية يبقى القوتان متساويتا في المقدار لو دي تمانية ودي قاف يبقى اكيد ان القوة التانية تمانية ويبقى اختيارنا رقم اي باشا رقم دال وما فيش اي مشكلة في السؤال ده تمام كده تمام رقم عشرين بيقول لك قوتان مقدارهما 3 نيوتين وقاف نيوتين وقياس الزاوية بينهما 120 اذا كانت محصلتهم عمودية على القوة الاولى فإن مقدار القاف خلي بالك بدأ بقى ايه يربط الكلام ده كده المحصلة عمودية على القوة الاولى طيب ما نعرف يا باش مهندس القانون لو هي عمودية على القوة الاولى يبقى قاف واحد زائد قاف اثنين جتا ياء بيساوي صفر قاف واحد اللي هي القوة الاولى ثلاث زائد قاف اثنين في جتا ياء طيب قادر قاف اثنين في جتا مية وعشرين اللي هي سالب نص الكلام ده بيساوي صفر ودد النحية الثانية يبقى نص قاف 2 بيساوي 3 اضرب 2 في 3 يبقى إذن القاف 2 اللي هي قاف يعني بتساوي كام بتساوي 6 يبقى 2 في 3 ب6 يبقى اختيار لنا رقم إيه باش مهندس رقم ده بربع لك اللي بعده بيقول لقواتان متعمدتان مقدارهما 2 قاف ناقص 5 هو قاف زائل 2 ومقدارهما حصلتهم 3 جزر 5 فإن قاف كالبالك هنا بيقول لك القواتان متعمدتان تروح للقانون اللي هو حق تربيع بيساوي قاف 1 تربيع زائل قاف 2 تربيع طيب عش مهندس المحصلة تربيع يعني 3 جزر 5 قس 2 هيساوي القوة الاولى تربيع يعني 2 قاف ناقص 5 لكل تربيع زائل قاف زائل 2 لكل تربيع 3 تربيع باش مهندس بكام بتسعة وجزر 5 تربيع بخمسة يعني 5 أربية طيب المفروض ان انت هتبدأ تفك الكلام ده واجب لقيمة القاف انا مش هعمل كده او مل هتعمل ايه يا عم انا عندي سؤال مجهيل وجاي لاختر يعني او بيسهلها عليك طيب اتعوض يا عم وشوف القيمة وريح دماغهم الشغلانة دي ازاي غرب السبعة يبقى 2 في 7 ب 14 ناقص 5 يبقى 9 تربيع ب81 طبعا من الاول السبعة دي غلط ليه اصلي دي 81 ولسه هجم عليها حاجة هل يوقع لن هي 45 لان ده يطلع لك كيمة مجابعة على طول لا يا باش مهندس فدي غلط غرب اللي بعدها اتنين فاربعة بتمانية ناقص 5 تلاتة 3 تربيع بتسعة تمام جرب هنا 4 زائد 2 ستة 6 تربيع بستة وتلاتين تسعة وستة وتلاتين خمسة واربعين بروفو عليك يا باش مهندس انت جبتها في ثانية ولا هفك ولا هيعمل اي حاجة انا بشغل دماغي تمام رقم 22 بيقول لي قوتان مقدارهما 6 نيوت و10 نيوت مقدار المحصلة 14 فان قياس الزاوية بينهما بيساوي كامل هل يا باش مهندس المحصلة دي بتساوي مجموعهم لا هل المحصلة دي بتساوي الفرق ما بينهم لا يبقى انا بالنسبة لي انا معي زاوية لازم اتأكد من تلات حاجات المجموع والفرق والعمودي لو قوتان عموديتين اشوف دي تربيع ودي تربيع بتساوي المحصلة ولا لا دول تلات حاجات لازم اتأكد منهم في اي مسألة فهنا طبعا بالنسبة لي لا يبقى انا بالنسبة لي يا باش مهندس لو قلت 6 تربيع و10 تربيع مش هيددول يا باش مهندس 14 تربيع يبقى انا المفروض اعود في القانون بتاعي ايه هو القانون اللي هو حق تربيع بيساوي قاف 1 تربيع زايد قاف 2 تربيع زايد 2 قاف 1 قاف 2 جتايا طيب حق تربيع اللي عبارة عن 14 تربيع والاولى تربيع 6 تربيع والتانية تربيع 10 تربيع زايد 2 في 6 في 10 جتايا طيب بص احنا ممكن نجيب جتايا دي الوحيدة ازاي ركز معايا بقى جتايا اكتب القانون ده معاك عشان يبقى ايه سهل عليك يا باش مهندس بص انا الوقتي دي جتايا فانا هود الاتنين دول النحة التانية يبقى انا معايا 14 تربيع وده هتروح بالسالب سالب 6 تربيع وده هتروح بالسالب سالب 10 تربيع وهقسم على اللي قدامها اللي هو 2 في 6 في 10 ده قانون الجتياء اللي هو حق تربيع نقص قف 1 تربيع نقص قف 2 تربيع على 2 في قف 1 قف 2 تمام فهنبدأ نحسب الحزبة دي كده على القالة 14 تربيع نقص 6 تربيع نقص 10 تربيع الكلام ده على 2 في 6 في 10 تطلع معايا بنص الزاوية طلعت بنص بعد كده باش مهندس اعمل shift وقزين الانصر يطلع الغطيساوي يطلع عن الزاوية بكاما باش مهندس الزاوية بستين يبقى أنا من نسبة لي انه يهب تساوي ستين ويبقى اختيار الصحة رقم ايه رقم تمام كده اللي بعده رقم 23 بيقوله قواتان متلاقيتان متلاقيتان في نقطة مقدار كل منهما ستة ومقدار المحصلة ستة ماشي دي بقواتين متساويتين في المقدار المحصلة تساوي احدى القويتين يبقى ليهب 120 من غير ما فكر يبقى اختياري رقم جين احنا قلنا الملحوظات دي مهمة جدا قواتين متساويتين في المقدار كل واحدة منهم بست بصت على المحصلة لقيتها ستة يبقى الزاوية 120 لقيتها ستة جزر تلاتة يبقى الزاوية 60 لقيتها ستة جزر اتنين يبقى الزاوية 45 دول تلت حاجات قلنا عليهم مهمين جدا تمام قواتين المقدارهما ستة وتمانية محصلة هما اتنين تتأكد من تلت حاجات هل المحصلة بتساوي المجموح؟ لا ستة وتمانية ربعتاشر هل المحصلة تساوي الفرق؟ أيوة 8 ناقص 6 تساوي 2 طالما تساوي الفرق يعني قيمة عظمى احنا عرفين القيمة العظمى يبقى الزاوية كاملة مش مهندس يبقى الزاوية 180 درجة إنما لو كانت بتساوي المجموع يبقى الزاوية 0 لو لقيت المحصلة مثلا دي 6 و دي 8 و لقيت دي 10 يعني المحصلة تربيع بتساوي ده تربيع و ده تربيع يبقى الزاوية 90 دول 3 حاجات لازم اتأكب منهم في أي سؤال يقول لك المحصلة زي اللي جاية دي باش مهندس بيقول لقواتان مجدارهمة 6 و 2 و نص والمحصلة تساوي 6 و نص فإن الزاوية ركز معا هل المحصلة بتساوي الجمع 6 و 2 و نص 8 و نص غلط هل بتساوي الفرق 6 ناقص 2 و نص 3 و نص لا يا باش مهندس هل المحصلة تربيع بتساوي 6 تربيع زائد الاتنين و نص تربيع كما تيجي نشوف هعمل كده 6 و نص تربيع طلعت ب 42 و ربع تمام 6 تربيع زائد الاتنين و نص تربيع طلعت معايا ب 42 و ربع خلاص المحصلة تربيع بتساوي تربيع القواتين يبقى إذن الزاوية قايمة ليه باش مهندس طمان عندي قانون اللوحة تربيع بيساوي قاف 1 تربيع زائد قاف 2 تربيع لا قانون القواتين المتعمدتين فنلقيت ان القواتين بيحققوا الشرط يبقى إذن الزاوية قايمة عشان ما تقبش نفس في قانون كبير و عريض يبقى لك هو المعاصر أصلا بيركز عن حاجات دي لأنها مهمة جدا جدا يبقى أنا كده جبت الزاوية بتاحت تمام تمام بكل سهولة وبساطة بأمر الله طيب السؤال اللي بعد كده مش مهندس رقم 26 بيقول لقواتين مجدرهما 2 قاف و 5 قاف وقياس الزاوية بينهما ياء ومقدار المحصلة 3 قاف اتأكد من 3 حاجات هل المحصلة بتسوي الفرق 5 قاف نقص 2 قاف فعلا 3 قاف طالما بتسوي الفرق يبقى قيمة صغرى يبقى قياس الزاوية كامل مش مهندس 180 درجة ويبقى اختياري رقم دي تمام كده دي برضو جزئية سهلة جدا وبسيطة تعال كده نوقف الفيديو ناخد بريك ونكمل باقي الأسئلة أنا بإذن الله ونزل لك أسئلة اختار في فيديو واحد زي ما أنا متعود وأمر الله سؤال بعد كده رقم 27 يقول القواتان مقدارهم 3 قاف وقاف محصلة هل المحصلة بتسوي الفرق 3 قاف نقص 2 لا هل المحصلة بتسوي المجموع 3 قاف وقاف 4 قاف أيوة طالما بتسوي المجموع يبقى قيمة عظمى يبقى سنزاوية بتسوي صفر يا بشمهندس اللي هو الاختيار رقم ومحصلتهم مقدارها قاف المحصلة بتسوي إحدى القواتين لأن المحصلة قاف وإحدى القواتين قاف يبقى من غير مفكر الزاوية بتعتب كامية بشمهندس بمية وعشرين درجة اللي هو الاختيار رقم 1 لو كان قال المحصلة قاف جزر 3 كنت اختار 60 لو كان قال المحصلة قاف جزر 2 كنت اختار 45 يا بشمهندس تمام كده فتخلي بالك من النقط طيب السؤال اللي بعد كده بشمهندس السؤال رقم 29 بيقول قواتين مقدارهم قاف وقاف جزر 3 تحصل الان في نقطة مادية فإذا كان مقدار محصلتهم 2 كاف نيوتن فإن قياس الزاوية بين التجليل القوة تأكد من 3 حاجات هل المحصلة تساوي الجمع لا هل تساوي الفرق لا اجرب التجربة التالتة المحصلة تربيع هل تساوي مربع القواتين مع بعض ولا لا تعال نشوف دي هتديني 4 كاف تربيع وده هتديني كاف تربيع جزر 3 تربيع هتديني 3 كاف تربيع لو جمعتهم 4 كاف تربيع خلاص طالما المحصلة تساوي تربيع القواتين روعة ركز فيه لانه يخدع بشيء بسيط يقول اذا كانت المحصلة متجه يعني تساوي مجموع القواتين كامتجه اقول المعلومة دي دي معلومة اساسية ان انا عشان اجيب المحصلة اللي هي اول معلومة في الدرس احتغال الصورة المتجه عشان اجيب المحصلة بجمع القوة الاولى كامتجه والقوة التانية متجه انا دي كامتجه القانون بشمهانس فده ما لهاش اي قيمة في المسألة وقال لك ان معيار المحصلة اللي هو قيمتها زي ما انا قلتلك اللي هي مسألة قاف واحد بيساوي قاف اثنين ممكن يقول لك معيار قاف واحد بيساوي معيار قاف اثنين فهنا قيمة المحصلة كعدد بيساوي قيمة المتجه الاول اللي هو قاف واحد نقص قيمة التاني اللي هو قاف اثنين هي امت المحصلة تساوي الفرق المحصلة تساوي الفرق يا بشمهندس لو هو قيمة صغرى طب القيمة الصغرى دي عن الزاوية كم يا بشمهندس يعني الزاوية مية وتمانين يبقى اختيار دائل يا بشمهندس باي طب يعني معام ما هي باي الزاوية ما منهم كام الزاوية ما منهم صفر اللي هو الاختيار رقم جيم رقم اثنين وثلاثين بيقول قياس الزاوية بين قاف واحد ومحصلة القوتين خلاص هو عايز الزاوية بين المتجه قاف واحد محصلة دول دول صورة متجهة يبقى المحصلة عبارة عن مجموعهم فانهاج مع دول قاف واحد وقاف واحد هيديني اثنين قاف واحد متجه قاف اثنين وصلب قاف اثنين هيروحوا مع بعض يبقى هو عايز المحصلة الزاوية ما بين قاف واحد واثنين قاف واحد لو احنا فرضنا المتجه قاف واحد ماشي في الاتجاه ده يبقى المتجه اثنين قاف واحد هو برضو ماشي في نفس الاتجاه ولو هو نفس المتجه بس أطول منه رقم تلاتة وتلاتين بيقول لي إذا كانت حه واحد هي محصلة القواتين قف واحد وقف اثنين خلي بالك إن دي صورة متجهة يبقى أنا بالنسبة لي يا بش مهندس إن المحصلة دي مفروض بتساوي إيه؟ المفروض بتساوي مجموعهم تمام بس بص للشرط التاني وقال لك حه اثنين يا محصلة القواتين قف واحد وسالب قف اثنين وقال لك إن معيار قف واحد بيساوي معيار قف اثنين بص تجاه اللي هالك حل هندسي بسيط جدا جدا اتعال يا بش مهندس معي قوتين هما القوة دي كدة عبارة عن قف واحد والقوة دي كدة عبارة عن قف اثنين المحصلة يا بش مهندس أكيد في النص ما بينهم اللي هي دي هي هاه واحد تمام كده؟ تمام قال لك هايutter 2 يا محصلة القوتين قف واحد ليه نفسها وسالب قف اثنين في المتجهات لما نخط إشرأ سالب يا من أعني من أن أعنكسم الاتجاه فديه نعمش كده بعد معكسِ اتجاهها كده يا بش مهندس كأنها سالب قف اثنين ولكن سأكتب قف اثنين لأنني أعكاست اتجاه أكيد المحصلة للمهندس أيضا ستكون في النص بالنسبة لي أن هذه حالة اثنين متجهة لو جاء لك معلومة خطيرة أن معيار قف واحد يساوي معيار قف اثنين طالما القوات المتساويتين يبقى المحصلة يتنصف يبقى هذه الزوية يتنصف فهذا منصف داخلي للزوية وطالما هذا المحصلة يتنصف أنا أعرف علاقة مهمة جدا جدا العلاقة بين المنصف الداخلي والخارجي للزوية العلاقة ما بينهم أنهم متعامدان يبقى بالنسبة لي أن حاة واحد متجه عمودة على حاة اثنين متجه اللي هو اللي اختيع رقم ايه رقم ايه تمام طبعا أنا مش فاهم دي ومش فاكر المعلومة بتاعت قولها سنوي هفرت فرض زريف دول كده على استقامة واحدة عن الزوية مئة وتمانين فأنا لو فرطت أن الزوية ما بين اللي اثنين دول ستين يبقى دي تلاتين ودي تلاتين يبقى فاضل كم الستين يا بشمهندس يعني ستين وستين الليeng naked ما بين نحن ان تجربت أي ايه أركام طب ما تجرب رقم تاني أنا تتاح لو الزوية بِدي الاثنين دول مائة يبقى دي اربعين ودي اربعين يبقى فاضل كم ال مئة وتمانين مية يبقى دي خمسين دول خمسين اربعين وخمسين تسعيين ماهما جربت ايه utanك هتلى عليك إنه للاتقى تبلوما يشفر ان تتخ númerعرة صhältOTHER يبقى هواحد عمودة على هاي اثنين ويبقى بالنسبة للاختيار رقم ألف هو الاختيار الصح مسائل دي روعة روعة تمام قواتان مقدارهما أربعة وستة نيوتن وقياس الزاوية بينهما تسعين فإن ظل زاوية ميل المحصلة على القوة الأولى خلي بالك دول قدر قوتان متعمدتان يا بش مهندس صح؟ أيوة يا بش مهندس طب ما احنا عارفين النظاهة لو القوتين متعمدتين بيساوي قاف اثنين على قاف واحد ده قانون طب قاف اثنين هنا اللي هي ستة على قاف واحد اللي هي اربعة على التنين فى التلاتة على اثنين فى الثنين يبقى بالنسبة للثلاثة على اثنين ويبقى اختيارنا رقم ايا بش مهندس رقم ببس كده بكل سهولة قولي ده جبنين يا بش مهندس يا ام انت لو تبقى تحصة الشرح مش هتسألن السؤال له ازاي انا عارف لان ظهاء بيساوي قاف اثنين جاية على قاف واحد زايت قاف اثنين جاية يا بش مهندس انت كده عملتها على قاف واحد او ما هو قالك زاوية محمد محصلتها على القوة الأولى يعني عمودية على القوة الأولى طب ما هي جاء تسعين بواحد يبقى ديها تفضل بواحد وجاءت تسعين بصفر فدها تروح فيفضل القافي 2 على قافي 1 دي برضو من الملاحظات اللي احنا قلناها في حص الإشعار تمام قوة المتعمدتان نفس الفكرة هو بيقوله مجدرهما ستة وتمانية نوتن فإن قياس زاوية ميل المحصلة على القوة الأولى هو ايه نفس القانون بالضبط زاوية بيساوي المفروض قافي 2 على قافي 1 قافي 2 اللي هي تمانية على قافي 1 6 فتطلع 4 3 وبيقولك عشان تحسب الزاوية بقى فكنا بنقول زا اللي هي shift 2 يبقى زا سالب 1 4 على 3 لو أنا معايا الوقتي إن هي زا هي 4 على 3 لما كنت بجيب الزاوية بعمل ايه shift 2 اللي هي 2 سالب 1 اللي احنا بنكتبها زا سالب 1 وكتب 4 على 3 فيطلع للزاوية بس ما مش عايز الزاوية بقولك انت بتحسبها ازاي يبقى زا سالب 1 4 على 3 اللي هو الاختيار رقم ايه بش مهندس رقم G بيقول القواتين مجدرهما قاف و 2 قاف نيوتين تؤسران في نقطة مادية وكانت المحصلة عمودية على احداهما فإن الحا قلنا دايما المحصلة بش مهندس بتكون عمودية على القوة الصغيرة تمام يبقى أنا بالنسبة للمحصلة بيساوي جزء القوة الكبيرة تربيع الاتنين قاف دي تربيع يبقى اربعة قاف تربيع نقص القوة الاولى تربيع اللي عبارة عن قاف تربيع فتطلع جزر 3 ايه سوري دي هتطلع جزر 3 قاف تربيع التلاتة هتطلع من تحت الجزر جزر 3 وجزر قاف تربيع اللي هو قاف يبقى بالنسبة لجزر 3 قاف ويبقى بالنسبة لالاختار الصحة رقم ايه رقم مفهوم مفهوم ياربي يكون الموضوع سهل وبسيط عليك السؤال رقم 37 بيقول القواتين المتجرومة 3 جزر 2 و 6 نيوتن وقياس الزاوية بينهما 135 فإن قياس الزاوية بين محصلتهما والقوة الثانية يبقى هو عائز زا ها اتنين تمام ها اتنين يا مش مهندس يبقى أنا بالنسبة لي بحط قاف اتنين تحت وفوق قاف واحد جاية او جاية ايه جاية بقى جاية زاية هنا قاف واحد جاية تمام هنا القوة الاولى 3 جزر 2 وتبقى جاية 135 سوري جاية 135 وهنا قاف اتنين اللي هي 6 زاية 3 جزر 2 جاية 135 طيب جاية 135 بواحد على جزر 2 انا روح مع الجزر 2 يبقى في البسط 3 وهنا جاية 135 بسالب واحد على جزر 2 هيروح مع دي يبقى 6 نقاس 3 ثلاثة 3 ثلاثة ثلاثة فقال واحد شفت تان الزاوية اللي الزاوية بتاعها بواحد 45 يبقى الزاوية بتاعتها 45 درجة ويبقى اختيار الرقم باقي اللي بعده يقول لي قوتان مجدرهم اتناشر وخمستاشر نيوتينت وأسسنان فقسين وتحصلان زاوية قياسها ها بحيث الجاية ها بسالب اربعة على خمسة فان قياس الزاوية المحصورة بين المحصلة والقوة الاولى وهو عايز مني يا زا و واحد هي واحد يبقى مثلك interpret estim كاف واحد تحت زاعت كاف اثنين جاية وفي البسط كاف اثنين جاية قاف اثنين اللي اخمستاشر طيب في جاية وأنا حاسبها دلوقتي حاضرة fireplace 1 اللي اكتناشر زاعت كاف اثنين خمستاشر جاية اللي ات اسالب citizen 4 على 5 طيب مهندس احنا عارفون انة دايماى في الربعة الاول وربعة التانية طب الجاتة سالبة يبقى هي موجودة في الروباية تانية. بقى المثلث ده في الروباية تانية. يبقى دي ها. طب الجاتة مجاور علي وطر. توربع خمسة بي Brook. ال 5 يبقى دي 3. تمام. يبقى بالنسبة للي Jiha بeralta على خمسة. خمسة فالو أعدى خمسة فえば given selected ب эта 3 فあれば 39 فالخمسة يبقى الثلاثة يبقى حيث elite печalade 9 على صفر يا باشوهندس يعني غير معرفة وقلنا نصدار غير معرفة عند الزوية 90 لأن تان تسعين الزوية بتبقى غير معرفة تبقى اختيارة برقم 20 قواتين تؤثران في نقطة مجدية مجدرهم 85 فإن أصغر قيمة أصغر قيمة لها الفرق 8 نقص 5 ثلاثة دي أسئلة دلع كده جايبها لك يدلعك من الآخر رقم 40 بيقول لقواتان مجدرهم 9 و 6 نيوتن فإن القيمة العظمى المجموعة 9 و 6 15 مساء الدلع رقم 41 بيقول لقيمة العظمى والصورة على الترتيب طيب العظمى هيبقى مجموعهم 8 و 13 و 21 والصورة الفارقة ما بينهم 13 و 8 و 5 يبقى 21 و 5 اللي هو اللي اختيار رقم إيه رقم دال قواتان مجدرهم 5 و 5 أصغر محصلة لهم 10 بحيث قف أكبر من 5 يعني القوة الثانية أكبر من الأول طيب أنا عارف أن أصغر محصلة بتساوي القوة الكبيرة وهو هتبقى ديك كبيرة لأنه أكبر من 5 ناقص 5 المفروب بيساوي 10 ودي دي الناحية الثانية يبقى إذا القاف يساوي 15 يبقى اختيارك رقم إيه رقم إيه السؤال اللي بعد روش مهندس بيقول له قوتان متلقتان في النقطة مجدرهم 5 و 3 قاف إذا كانت القيمة العظمى لهم 40 فإن القيمة الصغر طيب القيمة العظمى مجموعهم 5 قاف و 3 قاف عبارة عن 8 قاف بتساوي 40 لو أسمت على 8 يبقى إذا القاف يساوي 5 طيب هو عايز القيمة الصغرى ما القيمة الصغرى عبارة عن الطرح 5 قاف نقص 3 قاف يعني 2 قاف طيب ما أنا جاءت القاف بخمسة يبقى 2 في 5 بيساوي 10 يبقى القيمة الصغرى بتساوي كم شمهندس بتساوي 10 اللي هو الاختيار رقم ألف رقم أربعة والبعين يا بشمهندس بيقول له قوتان متلقتان في نقطة مقدارهما 5 و 3 نيوتن فإن مقدار المحصلة المقاصم بين نيوتن ينتمي لازم تبع عارفوا أن المحصلة دايما بتنتمي للفرق 5 نقص 3 اللي هو 2 والمجموع 5 زائد 3 اللي هو 8 يبقى الفترة المغلقة من 2 لـ 8 طالما ما أضع الشروط يبقى اختيار رقم ألف بيقول لي إذا كانت يا الزاوية بين قوتان متلقتان 2 و 6 نيوتن تنتمي خلي بالك من الفترة اللي هو عطالك الصفر مفتوح والبي مقفول معنى أن الصفر مفتوح يعني ما لهمش قيمة عظمة يبقى 2 و 6 تمانين ومعنى أن البي مقفولة يعني لهم قيمة صغرى ما هي البي دي لـ 8 و 8 يبقى 6 و 2 أربعة طيب القيمة الصغرى موجودة يعني أن الاربعة مقفولة ما أنا بكتب الفترة الصغار الأول طيب التمانية اللي هي القيمة العظمة مش موجودة يبقى من الاربعة مولك للتمانية مفتوح وده سؤال جميل جدا جدا وخلي بالك منه لأنه بيغلط ناس كتير تمام؟ يبقى بالنسبة للاختيار رقم ايه؟ رقم ايه؟ السؤال اللي بعد ويقول لي قوتان متساويتان في المقدار المقدار المحصلة 16 نيوتن عندما كان كياس الزاوية بينهم وباية على الاثنين اللي هو تسعين فإن القيمة العظمة لمحصلتهم بتساوي كام ده بقى مسؤال لطيف جدا طالما الزاوية باش مهندس بين القوتين 90 يعني الزاوية بين المحصلة والقوة 45 تمام؟ يعني المفروض أن المحصلة بتساوي جزر 2 قاف يعني باش مهندس أنا مش عالي في المعلومات دي عوض في القانون اللوحة بيساوي 2 قاف جتايا على الاثنين ويصدر لها 16 هتساوي 2 قاف جتايا على الاثنين اللي هي جتا 90 على الاثنين اللي هي جتا 45 بواحد على جزر 2 هنا على الاثنين في الواحدة على الاثنين في الاثنين في الاثنين اضرب جزر 2 في 8 يبقى إذا القاف بتساوي 8 جزر 2 دعي بقى لك أن دول القوتين هو عايز القيمة العظمة بتاعتهم يبقى مجموعهم يعني 8 جزر 2 لالـ 8 جزر 2 تطلع 16 جزر 2 برافو عليك يبقى اختيارنا رقم ايه؟ رقم يا رب رب تكون ايه؟ المعلومات واضح لك لان المنظوع سهل وبسيط جدا بأمر السؤال اللي بعده وشمهندس السؤال رقم 47 هالك احنا منحل التامنين كلها وانتا تقدر تقسم الفيديو في اي وقت بيقول لي قواتان مجدرون من قاف واحد وقاف اثنين بحيث قاف واحد اكبر من قاف اثنين اصغر محصلة لهما 3 يبقى انا بالنسبة لي القوة الكبيرة اللي هي قاف واحد ناقص القوة السؤالة اللي هي قاف اثنين بتساوي 3 واكبر محصلة اللي عبارة عن قاف واحد زائد قاف اثنين المفروض بتساوي 12 فان قاف واحد تربيع ناقص قاف اثنين تربيع من غير ما نحل المعادلات لو انت ملاحظ اللي اثنين دول عددين مترافقين فان لو دربتهم في بعض قاف واحد في قاف واحد بقاف واحد تربيع سالف وموجب بسالف قاف اثنين في قاف اثنين بقاف اثنين تربيع وتلاتة في اثناشر بستة وتلاتين يبقى بالنسبة لي ستة وتلاتين اللي هو اللي اختيار رقم ايه رقم ده بيقول لقواتان مجدارهما 12 و 17 فإن الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة المحصلة أكبر قيمة مجموعهم 17 و 12 29 ناقص لأنه عايز الفرق أصغر قيمة 17 ناقص 12 يبقى 5 29 ناقص 5 يبقى 24 يبقى اختيارنا الصحة رقم إيه باش مهندس رقم ده سأل بعد باش مهندس رقم 49 بيقول لقواتان مجدارهما قاف وجزر 3 قاف مطلقيتان في نقطة وكان مجدار محصلتهم ح 1 عندما تجي نقف عند النقطة دي باش مهندس أنا أعرف أنه هو 1 تربيع هيساوي قاف عندما كان قياس الزاوية بينهما 60 زيز الفول يبقى قاف 1 تربيع زيزت قاف 2 تربيع بس لأن جاتها 90 بصف كلام جميل جدا طيب بالمحصلة اللي دي تساوي القوة الأولى تربيع يعني قاف تربيع والقوة الثانية تربيع يعني جزر 3 المربعة تبقى 3 والقاف لما ربع يبقى قاف تربيع يبقى دول مجموعة هم 4 قاف تربيع جزر 4 و2 وجزر القاف تربيع بقاف يبقى المحصلة الأولى عبارة عن 2 قاف ثم أصبح مجدار محصلتهم حاث 2 عندما كان قياس الزاوية بينهما 150 يبقى المحصلة تربيع بيساوي القوة الأولى تربيع زائد القوة الثانية تربيع نحن لسه حاسبينهم من هنا زائد 2 في القوة الأولى في القوة الثانية المفروضة وش مهندس في جتة 150 وجتة 150 بسالب جزر 3 على 2 من الاتنين هتروح مع الاتنين طول كده 4 قاف تربيع جزر 3 بجزر 3 بتلاتة وفي إشارة سالب يبقى ناقص 3 قاف تربيع هتديك قاف تربيع بس خد الجزر يطلع لك النحاة 2 جزر قاف تربيع اللي هو قاف فبيقول لك إلي علاقة من حاة 1 وحاة 2 المتساويتين غلط طبعا المحصلة الأولى دعف الثانية أيوة ما ديت نين قاف ودي قاف يبقى بالنسبة للإختيار رقم باء اختيار صح طب دي طبعا غلط ودي طبعا غلط يبقى بالنسبة للإختيار رقم باء هو اختيار الصح رقم 50 بيقول لمحصلة القواتين في الشكل المقابل تؤثر في الاتجاه ماشي دول قواتين متساويتين في المقدار كلام جميل جدا الزاوية دي 25 بقى إذا دي 75 سبعين ودي خمسة وسبا كم؟ خمسة وستين بقى خمسة وستين معزرط ليه لأن خمسة وعشرين وخمسة وستين يبقى بالنسبة للتسائين طيب لو أنا معي قوتين والزاوية متنصفة بينهم يبقى أكيد المحصلة هتبقى في النص يا الله المحصلة في النص بقى المحصلة هتيجي هنا مش لازم تحسيبها هو باختبرك هل أنت عارف لو قواتين متساويتين في المقدار والمحصلة بتنصفهم المحصلة هتبقى في النص أيوة بش مهندس بقى المحصلة هتبقى الفوق ليه لأن الاتنين دول خارجين إنما لو كانوا الاتنين داخلين كانت المحصلة التحت وهكذا يبقى أنا بالنسبة للمحصلة هتأثر في اتجاه هو وصاد الموجب اللي هو محور الصدات الموجب تمام كده بش مهندس زي الفل تعالي بقى نشوف السؤال الأخير معنا السؤال رقم واحد وخمسين بيقوله قوتين متلقيتين في النقطة مقدار أصغر وأكبر محصلة لهم صفر واثناشر على التفتيب فإن القوة ثانية طيب أصغر محصلة عبارة عن القوة الأولى ناقص القوة الثانية الكلام ده بيساوي صفر وخلي بالك إن العلاقة دي تكفييني ليه؟ لو أنا وديت النحة الثانية هيطلع لأن قاف واحد بيساوي قاف اثنين بجد أو الله يبقى أنا كده عرفت إن القوة ثانية متساويتان في المقدار يبقى اللي اختار رقم جيم من غير تعقيد ومن غير أي حاجة يب شمهندس طب ما الشرط الثاني هو عبارة عن قاف واحد زائت قاف اثنين المفروض بيساوي اثناشر تمام يب شمهندس هو أنا لو بجيت عوضت الوقتي عن قاف واحد بيساوي قاف اثنين اه يعني شل دي كده وخط قاف واحد قاف واحد وقاف واحد يعني اثنين قاف واحد بيساوي اثناشر لو قسمت على اثنين يبقى قاف واحد بستة يبقى دول قوتان متساويتين في المقدار كل واحدة فيهم بستة الفرق ما بينهم صف ومجموعهم متناشر يبقى فعلا قواتان متساويتان في المقدار اللي هو الاختيار رقم تمام تمام ده كده باش مقدس اسئلة اختر بالكامل واحد وخمسين سؤال هنزلوك في فيديو كامل بأمر الله كده خلصنا تمارين الدرس ده بطريقة سهلة وطريقة وسيطة ومن غير تعييد بأمر الله بالحاول نطور من طرق الحال زي ما قلت لك الاسئلة المقالية ومستويت وانا حللها قبل كده السنة فاتت لو فيها اختلاف هنزلها لك بأمر الله الجديد لو ما فيش اختلاف هنزل لك الفيديو ونزلها لك في القيمة التشغيل بحسب الاسئلة واربعة بأمر الله كده وصلنا لآخر حسلة النهارده اتمنى يكون قد اتفيدك اتمنى يكون وصلت لك المعلومة تأسهلة وبسيطة هدهت لو استفادت تشترك في القناة وتفعزوا الجرس وتضعط لايك وتشاري الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس اشوفكم على خير الفيديو الجاي كان معك مهندس حسام من قناة حساميرادييات وشكرا جدا